مش حايس ان انت مقصر مقصر في العلاقات العامة مقصر مع الوكلة مقصر مع رأسايا الاندية مقصر يعني انت دلوقتي قلت ازا ان الناس اللي بتتكلم الناس اللي بتعرضوا الناس اللي بتقول اجماعنا موجود خي ما تنسونيش مقصر شواء عصي الالاقات العامة دي مش حاجة عيب يعني انك تقول اجماعنا موجود او تبقى في عندك وكيل بيشتغل بهذه الطريقة ده برضو مش عيب اكبر مدربين في العالم بيتعرضوا على الاندية وبيتقال ده يدرب وده يدرب وبيعرضوا نفسهم حايس انك مقصر في الحالة دي مش شاطر فيها مثلا والله مش عارف يمكن انا بالعكس يعني كلهم بيكلموني الوكلة لكلهم الكبار علاقة بيهم طيبة ما تسمعش الكلام مسلا اه ممكن اه اوضح اوضح طب وضح لي اه 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 اسمعش الكلام الوكيل يعني اوكي تعالى هخليك تدرب فرقة بس يعني مشيلي الاثنين تلاتة لعيبة دول خليهم يلعبوا يشتغلوا معاك يعني معروف ده المعروف في الماركت بس كريم اه اول حاجة انا لما بمسك نادي اه يعني دي مسئولية اه وانا عايز انجح صح ولو الوكيل هيعرض علي لعيب كويس لعيب كويس هيفيدني عمر ما ها طبعا ما هقوله لأ طبعا لكن لو هيعرض علي لعيب مش هيفيدني اول حاجة دي امانة صح ضميري مع النادي اللي انا مسكو يبقى عمر ربنا ما يكرمني حتى لو التجربة دي هترضي وكيلي انا برد على الكلامة وهاتساعدني لكن في الاخر لا يعني اعتقد يعني ان الناس الوكال اللي موجودة في مصر مجموعة ليهم اسميهم وعلاقاتهم كويسة باللعيبة اللي موجودة في الدوري ويعني لحد دلوقتي اقول لك حاجة انا فيش وكيل جاب لي نادي لحد دلوقتي شوف انا بقالي دلوقتي اربعتاشر سنة بضرب لحد النهاردة يعني مفيش وكيل جاب لي نادي يعني اتخال انت بقى بيجي لك رئيس نادي رئيس نادي بيكلمني عن طريق مفيش وصيد لا يعني ممكن يخلي حد يكلمني لكن ما بيبقاش مدير كورة مثلا مدير نادي اه 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 ده اللي بيحصل المعظم لكن لحد الان انا بقولك مفيش وكيل جاب لي نادي يعني هي فرصة نفتح معك الموضوع رغم ان كان في موضوع كتير كمان مش غريبة شوية عبالية الروتيشن اللي دايما دياء عندنا يعني مثلا ايه تلاقي مدرب يدرب في فريق سين اه يروح فريق صد فالمدرب اللي كان في فريق صد ده هو اللي يروح فريق سين ايوا ونبدأ نلف بدايرة اسماء معينة رغم ان في اسماء مش كابتنا احمد كوشري بس في اسماء ممكن تبقى في الماركت قاعدة يعني ما بتشتغلش ما عندهش فرق وانا كنادي تم ممكن اجرب مدرب من الموجودين دور يبقى احسن لي ليه دايما بتبقى العملية محكومة على 10-12 مدرب بالكتير بص انا هقولك حاجة كريم اه تكملة لكلامك عشان بس اكون صريح معاك يعني اه في بعض المدربين لما الوكيل بيجيبوا الوكيل بيسيطر عليه كليا وبيسيطر عن نادي اه دي يعني انا متعملش محد وانا مش مش هقول انا مش من نوع ده خالص لكن انا النهاردة لما تتعامل معايا وهجيب لعيد كويس او انا هطلب لعيد انت يعني دي عادي يعني ده 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 في العالم كله اه فممكن يكون بعض المدربين بتت بتتحرك لان هي مالهاش رأي في الكلام ده مالهاش رأي وبتبص بعد كده مع اللونج طايم بيباني ان الفرقة بتاعته ما بتكملش صحيح دي حاجة الحاجة التانية اللي بيحصل طبعا كلهم مدربين محترمين واخواتي واصدقائي لكن في حاجة غريبة شوية اتلاقي المدرب ممكن ما يكونش ناجح مع الفرقة اللي مسكها مم فجأة راح فرقة اكبر بكتير مم اكبر بكتير طب ايه اللي وده اكبر بكتير هو ده اللي احنا بديتكلم فيه المعايير اه المعايير 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 صح اه لكن حتى مش انا اللي بتكلم ده 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 الشارع مصر كله بيتكلم يعني اصلا معلش مع كامل الاحترام يا كابتن احمد احنا ولا مش بنتكلم دهاتي على اسماء هبنتكلم على حاجة في مصلحة الكورة بشكل عام ولا كابتن احمد كشري تحديدنا هبنتكلم في مصلحة الكورة بشكل عام والدليل أنه رابطة الأندية مع التحاد الكورة خدوا قرار أنه ما فيش مدرب في الدولة المصري تحديدا من الدور التاني يروح لفرقة لو انتهى عقده بالتراضي أو أكيل أو استقاد ما ينفعش يروح لفرقة تانية خلاص أنت عندك ليك فرقة واحدة بس تقرارك في القرار ده الأول لا قرار كويس جدا كويس يعني بس هو نقصه حاجة يعني الموسم الجديد برضو حطه شروط على الأندية عشان ممكن النادي يمشي مدرب يبقى ماشي معاه كويس يعني عشان ما يزلمش المدرب ويبقى فيه للنادي برضو وجهة نظري اتنين مدربين خلال الموسم لو أنت أقلت الاتنين مدربين دول اللي أنت بتجيبهم بره يبقى ما لكش حق أنك تجيب مدرب تالت من بره جيب بقى من عندك من القطاع من ناديك متهيالي دي هتبقى فيه رشوية والعود بتاعت المدربين دي تبقى موجودة في تحاد الكورة عشان لو حراك مثلا أنت بتعاد مع نادي في أول الموسم فأنادي دي أود صحي منهم قالك لأنا همشياش نجيب واحد غيره الديني بقى عادي لنهاية الموسم ونعوض في البيت المسأل يعني الأمور الإدارية دي مهمة اتحاد الكورة يثبطها طبعا طبعا وإحنا النهاردة يعني اتحاد الكورة ما شاء الله وفيه الرب بتاعت الاندية حاجة ممتازة صح وطلع كرارات جميلة جدا يعني أعتقد أن الأمور كمان معهم الفترة الجاي أكيد هيحطوا ضوابط للحاجات دي حاجات يعني أنا شايفة أن هي في مصلحة الكورة المصرية ولأ فيه تطور وشايفوا أن هم بصين للتجارب والأوروبية بره وبدأ أن النهاردة يبقى فيه قرارات كويسة جدا بدأ يبقى فيه عودة الجمايير بدأ يبقى فيه حاجات كويسة أو صح دي حاجة الحاجة اللي كنا بنتكلم فيها يعني المدرب أنا برضو هقول حاجة يعني المدرب بيبقى محتاج أدوات بيبقى محتاج إمكانيات بيبقى محتاج حاجات تساعده ولو ما عندهوش الحاجات دي بيعاني لكن برضو هو بيعاني بيبان قدامك وهو مدربه ولا لا بيبان في إدارته للمباريات بيبان وهو بيلعب مع الفرق بيبان في أسلوب فرقته الكلام ده مهم فيه ناس طبعا فرصهم كانت سهلة أو بمعلقة صحة خدوا أندية كبيرة وتقلقوا معها بس الفرقة بتساعدهم يعني فيه فرقة بتساعد المدربين ودي ممكن برضو واضحة في كم فرقة في الدورة يعني بيشوف مدربين معها فرقة معها تيم تقيل أي حاجة يعملها معها يعني أعتقد أن هي هداني وفيه فرق تانية عايزة شغل غير طبيعي وعايزة المدرب يبقى يعني كل حاجة يعني فيه فرق محتاج تبقى طبيب نفسي ومحتاج تبقى يعني شخصاتي قوية معاهم محتاج تبقى بتشتغل تاكتك عالي وبتشتغل معاهم بدني وبتشتغل معاهم بخطة كل حاجة دي أنا ممكن ما جاتليش لحد النهاردة تجريبة سهلة